أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لديها مخاوفة كبيرة حول توسع الحرب الدائرة حالياً لأن إيران تغذين إيرانها وأبين المسؤول أن الأمريكيين لن ينسحبوا من العراق والسوريا لطالما الإرهاب ما يزال موجوداً ونشاط كبير لفصائل موالية لإيران في الانسحاب يعني عودة داعش وتكرار ما حدث في الموصل عام 2014 وأشدد على أن واشنطن سيكون لها رد قوي على الهجمات التي تشنها الفصائل الموالية لإيران خاصة بعد جلب القوات والسلاح إلى المنطقة لافتاً إلى أن العراق ليستقر كدولة حتى يتم حل مشاكل بغداد وأربيل وفقاً للدستور إلى جانب إبعاد مستقبله عن الإيرانيين الذين يسعون لتحويل العراق إلى نسخة من بلادهم المعرض للإنهيار بحسب تعبيره